أشتاغ فهذا ما يتسبولك في أنك تتنحى من تويتر قلت أنا ليه عايتس يزيدوكم معناها وما يلها كان حتى كان ياسرية تقعد صغيوني أخي دخلت على الكانت متاع إيلون موسك وإفكتبا نلقاه قالك هو أي إنسان يساند الجينوسيد معناها من أي نوع معظم من أي راس دونك هو حتى الزوز يعني أنك تقول بالنسبة له معناها أنت تحب تقضي على إسرائيل كان من إسرائيل يرحب يقضي على الفلسطينيين وكان العكس رأو العكس ولا خطر معناها السؤال اللي سألت ومصورش بشي جاوبني إيلون موسك بالتبيعة لكن بطبيعة يقوله جاوبني يقوله بربي خطر معتها سيتان تاغم أكاديمي اليوم نحكيو عليه برشا ونستعملو برشا معناها كان إنسان بشي قدم بحث متاع ولا دراسة متاع ويحكي على ديكولونيزاشون معناها ماسكي نحنو اللي كنتم تاعه From the River to the Sea اللي هو الشعار يترفع برشا واللي هو يقول أنه الأرض كل الأرض أصلها فلسطيني اليوم كيف كيف يتسبب لك في معناها أنك تتحذف من من بلاتفورم تويتر إكس اللي كانت تويتر دونك هذي هي حرية التعبير عند ماسك هو يقولك كما قلت أولاً ديكولونيزاشون From the River to the Sea ونعرش كانت تكتب إثنيكول كلينسينجي يخليك ولا ينحيك آآ جارب أنت لا أنت بيش جارب لا شارب أنت لا نبدأ بيك أنت وبايا نشوفو شنو النتيجة جارب جارب سادك اليوم من اليوم العالمي لطفل تهانينا لأطفال العالم وعلى الطفل الفلسطيني بالذات خطر اليوم في اليوم العالمي لطفل نقرأه ولا نقرأه أرقام كما 13 ألف حلم إنهدم 13 ألف حياة تهدت 13 ألف حكاية دوفينات وعلى 13 ألف هذو ما فما 5600 منهم أطفال و31 ألف إصابة 75% منهم أطفال اللي دي بلاسي بمئات الآلف يعني تقريبا مليون ونصلي ونزحوا من غزة الشمالية اشترهم أطفال واليوم من الأطفال اللي موجودة في مراكز الإيواء في ظروف البرد والمطر هذية دونك تعيش فيه ظروف صعبة جدا دونك اليوني سيف تتحفنا بأرقام أما وتعمل معتها نداء للسيسفاير يعني هاي وقفو طلق أطلق النار لكن كيتهز لغطاها شوية تشوف حاجات معتها مش مزيين عيسر ويقعد مجرد شعارات ومجرد كليم سنو البرح كان عيد ميلاد السيسي آه مهم عيد ميلاده التسعة وستين عبد الفتاح السيسي عد شبكة راست تحاطت في يومي ميلاد يوجه كلمة لعبد الفتاح السيسي آه فمن غير ما نقرأ لكم الكلمات اللي توجهت لعبد الفتاح السيسي في الكونجونكتور معتها الحالية معت في ظرف حرب وفي ظرف معبررفح ما هوش قاعد آه يحل يسهل في الإعانات فأدخلوا انتم ما ما كيف تعتين مشترة كل سنة وانت رئيس سابق ما ما واحد قالوا هاكا دونك ولا معت هذية ها هو كابوس كابوس هذية بالنسبة للمناصب السياسية الوزراء والرؤساء وكابوس حقيقي هذية كونه يصبح سابق فما واحد قالوا لن تكون برغم لهو مصير مصير محتوم يعني في الاخير بش يصبح وزير سابق أو رئيس سابق إلا إذا ضميرك مرتاح يعني تاي موكي تحسب انت قد من ضمير مرتاح آآ ليه موكي تحسب وعلى أصاب على يد الواحدة مش معناتها أنا مع أوباما ولا شجع أوباما ولا يهمني في أوباما عندي اعتراضي على أوباما أوباما خرج من الحكم ولا يكتب في كتبه مرتو ولا يعمل في دي دوكومنتير هاي بعد ما عمل دو ماندا هاي بعد ما عمل يقلش حابو يقعد مانا ليه ليه مش نحكي لك يعني نحكي لك فما نس تخرج من الحكم وتجم يسبق ثمانية ماندا ثمانية ولايات بش ولا يكتب نحن نحن منطلق حديث نرى السيسي هكا ولا ما تبدل الدستور ونجم يسي دماندا أخرى ما غير نتو ما كتوين سأنا كتسمحولي ونقل لكم عندكم انتخابات في الفين واربا وعشرين أصلا عنا الهيئة مش كيفي مش ضمانة هذيك جيو الأوباما تقول ويه ما عمل زمان ديتش مش يزيد ليه معنا نحكي لك قديش في ساعة ستين سو بالديمقراطية انتم هاي الشعوب العربية ما وصلتش الفكرة متاعي لهالأشخاص المشوشين الفكرة متاعي احنا ما ناشي الديمقراطية الوحيدة في شرق الأوسط نحكي لك فما ناس بش تخرج من الحكم بش تمشي تتحاسب تمشي تتعادل كما نيكولا ساركوزي كما اليوم السيدة اللي شدد الكيان الصهيوني معناها اليوم بعتها أكيد بش يخرج من الحكم بش يمشي ديريكت للحبس يعني فما ناس تمشي لمهام أخرى يعني عادي تمشي طول مسبلة التاريخ فما هذا هون مش نقرالك معنا فما نظام المهداوي في تويتر قالوا العبد الفتاح السيسي في عيد ميلاد ولن تكون سيراتك في التاريخ أفضل من سيرة ابن العلقمي الذي سلم بغديد المغول لو حكم مصر صهيوني لعجز أن يوصلها إلى ما وصلت إليه قمع ماذيب حرابعة إفقار الشعب ديون وقروز وبيع منشأة حكومية وتفريط في النيل وبيع تيران وصنافير وخنق الحريات وسجن الألف من شباب مصر نجمي تقرأ على أنه تويت معنا إخواني كما ينجمي تقرأ بطريقة مجرد معتها وموضوعية على أنه هذك اليوم الكونستاء حبيت تقول حاجة مروي لأنه في كل مرة تجبد الموضوع هذي معنا دي ما نقعد معنا هالحقيقة مستغرب وأمام كل التمجيدات خاصة اللي نسمع فيهم في تونس معنا في مصر كل واحد حر معنا في آخر الأمر في الشؤون الداخلية متاع بلاد وما فهم برش عبيد في تونس اللي يتمنى نفس الموديل للبلاد وفي وقت من الأوقات كانوا يناديوا بيهم معنا على أساس يجي يجي جنرال هكا هنشوفوا وين هز هنشوفوا في النتائج على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى المستويات لكل الحاجة الوحيدة اللي اللي ممكن جديرة جديرة بالانتباه في المسألة هذه ووضعية مش وضعية الكلام اللي يقولوا الاعلام المصري أو جانب من الاعلام المصري حول المسألة هذه معناتها اختيار التوقيت متاع ما قاعد يصير منذ سبعة اكتوبر اليوم الهدف الحقيقي وراه هو التشويش على الانتخابات الرئاسي المصري اي بداع 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 يبدأ قدامه ميكرو ويقول هذي حاجة حاجة ممتازة جدا الحقيقة نرجع نحكي ونحن طالبنا الحكومة البريطانية وابلغناها بتهديدات بالقتل كثيرة وصلت لي في السفارة شخصيا باعتداءات على السفارة اكثر من مرة وبتحشيم زجاج سيارة الرسمية للسفارة وابلغنا الجهات البريطانية بكل هذا وهذه اخبار لا نسمعها في الوسائل العالمي التقليدية نحن لم نعلن عنها لانه نريد التركيز على ما يحدث في الوطن وضد شعبنا لم نعلن اول مرة انا اعلن عنها لك سألتني عنها ولكن نعم هناك تهديد عديد والسلطة البريطانية حققت في بعض من هذه التهديدات واكتشفت هذه المجموعات وكلها جزء من مجموعات المناصر على اسوائيل في هذه البلد من حسام زمل التهديدات بالقتل اعتداء على سيارة السفارة من مجموعات متطرفة او غير متطرفة نجم تكون معناية تابعة للمخابة هذاك مش تطرف الخايب اي اي فمتطرف الخايب الاخرين اللي معه فلسطين وكذا وحبوا يعملوا مظاهرات واحد هذك التطرف في اطار الدفاع على النفس ماكتعرف اسرائيل عن الحق الدفاع على نفس بعتحر حسام زملت العائلة وتهديدات بال وتكسر كرهبت السفارة وتنجم حتى تدخل السفارة كريمهم سمحني شو المشكلة وحتى كيسئلوا معتها الموضيع هو كان حاضر في لقاء علامي قالوا معتها علش ما قلتش عليهم قبل قالوا معتها نعديو الوطن قبل ما حابيتش نقول عليها كيسئلتني جاوبت اه اما قالوا فما تهديدات لنجم ونعديوها فما تهديدات وقت لتولي تمس عائلتنا بالطبيعة تولي هنا حكاية مخترة مزلنا نحكيه وعلى أطفال فلسطين بش نختم بفكرة كنا حكينا للمرة اللي فاتت على انا اختيك لها بات في اوغيان وانتيان على الحرب هذية رغم أنها قادة ضعف الاقتصاد الكيين وأنه معتها لليوم بلومبارغ وغيره ومعتها قالوله ثلاثة عشرة تفوت ثلاثة عشرة حرب اقتصادك سينهار يعني لكن وراء الحرب هذية فما شركات تحقق في ارباح شركات امريكية منها بلاك روك يعني معتها من اكبر الشركات ستن فون وليه يشتغل فيه اللي هو زوج كاثرين راسل اللي هي الذكرنا فيه في المقال مجد كيين المعناها اليوم تحبطنا في في ارقام مفروض هي اللي تحمي الاطفال هذو مالكل لكن ما تشوف شوف معناها الكوليس قدش يوجعوا الكوليس تحبطنا فيه نحن 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 على أطفال فلسطين اليوم وبعد النجور نحن نحن وأفضل عائلات عائلات ما عايش تحب تتفرق لا في الموت ولا في الحياة ناس وليت عندها البيس معناها بش وقت اللي يصير قصف على الأقل يكونوا مستورين ويكتبوا أسميهم لأنه مهم يكتبوا أسميهم على يدين الأولاد الصغار يعني بش يعقلوهم بعض أنت ذكرت بلاك روك اللي هو واحد من سناديق الاستثمار هو من أكبر زوز سناديق استثمار في العالم وبلاك روك بأي طريقة ممكنة أي كان المنتوج اللي تستهلكوا العائدات متاعوا يمشيوا بطريقة وبأخر البلاك روك معناها فما زوز زوز سناديق كبار في العالم اللي هما بدهم معناها مشاركين في رأس مال بعضهم وكل ما نستهلكوه سواء دي بخودوية ولا سيرفيس ولا اللي تحب أنت يصب في الأخير في هذه الصناديق تصنع أسلحة ممنوعة كما الفوسفور الأبي ذا المنتال البلاك روك المنتال دونك تيري توماس دنيلان هو مدير السانتر دو روش معناها بالجيوبوليتيك بتاع السانتر دو روش دو لانتر بخير يعني معناها تاع الأبحاث اللي تبحث وتخترع أسلحة يعني علما وأنه سمعت برشة على الكلفة الاقتصادية للحرب بالنسبة لإسرائيل ولهي كلفة مهمة جدا معناه لكن في الأخير أنا هذي نخبض رأيك فيه مروين زيدا نقول وقت تصب لها في سواء عسكريا وإلا ماليا تصب لها في مساعدات لمتناهية في الأخير ما كانت طبعا الفلوس اللي في الولايات المتحدة ما توفيش معناها الحبار فيها موجود وتطبع في الدولارات وتمد في الأخير أين ستكون مهما ستكون هذه الخسائر أمريكا معك صحيح صحيح في جانب كبير منه الكلام هذا ومنعرش الحقيقة هل تم صرف فعليا الأربعتاش مليار دولار اللي مزالوا كي كانوا يحكيوا عليهم المهم فمانية في الحكاية هذية فم مشروع متع قانون بضبط الحاجة الليفتة للنظر ممكن في المسألة هو أنه هل مسألة الدعم هذية خاصة المالي منه في ظل الوضعية اللي موجودة فيها أمريكا ولا معادش سهل كي مقبل هذية المسألة الاربعتاش مليار دولار هذو ما اللي نحكيوا عليهم عندها صعوبات فما صعوبات كبيرة باش تعدى على الكونغرس وعلى السناء وعلى ومبعد يرزم يصح في جو بايدن ماش سليسة الأمور كي ما كانت في السنوات اللي تعديوا الكل صحيح ديما بش يكون فما دعم صحيح كان ما همش 14 مليار دولار روم أقل ممكن ولا معادش في أقسى الحالات ما نجموش نتصبر وأنه الدعم هذية المطلق بش ينقطع بشكل من الأشكال ولكن على الأقل الحاجة ممكن الباهية شوية هو أنه معادش سليس كي ما كان في السنوات الأخيرة قطر عندها مشاكلها هي زاد عندها هي زاد تضخم وهي زاد عندها معدها مصروفها جس نختم بحاجة يمكن بوزيتيف ولا إنسانية ما فقدوش الأمل في الإنسانية ديما نحكيو على جيل دوفاق والأربعمائة محامي اللي لمهم بش يشكي بالكيين الصغيوني واللي يقول معدها رو جميع مش ما عاش نحكيو على جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية نحكيو على إبادة جماعية ووقعية المحامين دوما اللي قالوا الفلسطين ما عندكم مش جيش أحنا بش نكون جيش مختلف الجنسيات يعني ناش خايبين يسر كجنس بشري وفن وفن معنا تح المصالح تضامني كبير وخاصة المرة هذه مش كان شعبيا لهو مهم شعبيا ولكن من طرف محامين ومن طرف معناها ناس اللي تنجم تعاون القضية بطرق مختلفة على الدعم الشعبي بعد الأخبار مش نحكيو على بلاد في العادة نحكيو عليها ياما على الكورة ياما على الإفلاس اليوم مش نحكيو سياسة على الارجنتين وفي العادة كنحكيو على الارجنتين نحكيو على مارادونا خفير ميلاي اللي هو أصبح الرئيس الجديد